يا رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني تقدر تحقق بوفد وزارة البيئة اللي راح المصر الشرم الشيخ تقدر تشوف من هو اللي راح بهذا الوفد لأنه ثلاثة ارباع الوفد أنا ما أريد أحط بذنتي بس ثلاثة ارباع الوفد من الحبيبات يعني وفد ما أخذ السكرتيرا ليش وفد رايح دتفاوض بي على موضوع مصيري للعراق ما أخذ السايق ليش هناك شي سوق لك المهم وحماية ليش يا رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني الوفد اللي راح من وزارة البيئة إلى مصر ما أخذين سكرتيرات وما أخذين حمايات وما أخذين سواق شي سوون تمام؟ زين الوفد راح ميت واحد خليسمعون العراقيين الموظفين الشرفاء اللي عدنا شون يصرفون الفلوس الوفد راح ميت واحد حجزوا بالفندق الليلة الوحدة الف وميتين دولار لك تروح المصر شهر شرم الشيخ الف وميتين دولار طمك طم يا بي منه نائب الوفد؟ منه نائب الرئيس؟ المفاوضين؟ عيسى الفياض مدير عام الفنية بوزارة البيئة طبعا بما أنه إحنا راح عيسى الفياض على مود يجيبوننا تعويض تمام؟ على مود يجيبوننا تعويض ويحصلون دعم للعراق من البلدان اللي إحنا مضررين بسببهم بالمناخية المهم وإحنا العراق هو البلد الأسوأ عالميا بسبب التغييرات المناخية طبعا المسؤولين اللي راحوا حجزوا فنادق سفن ستار مو فايف ستار يعني سبع نجوم مو خمس نجوم وهي هم رسالة إلى أبلاس خار عيني جماعتك جماعة البيو أندي أريد أقول شي لا أبو بلاس خار لا أبو المنظمات لا أبو المعرف منه أنا أريد أسأل رئيس الوزراء المفاوض المصري لوزارة البيئة المصرية فاوض وجاب مئة مليار دولار بس قلولي يا رئيس الوزراء أحلفك بالعباس أبو فاضل تسأل الوفد المفاوض العراقي إش قد جاب للعراق المفاوض المصري جاب المصر لأنه هو صار بشر من الشيخ جاب المصر مئة مليار دولار أريدك تسأل المفاوض العراقي عيسى إش قد جاب للعراق بهذا الموضوع بهذا الإيفاد اللي انصرفت عليها الواحد ألف ومئتين دولار للليلة الوحدة ها وأزيدك من الشعر بيت خاف عيسى يقول لا هذا الحجي مو صحيح قلوا له قحطان يسلم عليك ويقول نسيت العركة اللي صارت وياك ويا مديرة عام الغابات الشخصية المهنية وباقي ممثلين وزارات عيسى منحهم يتفاوضون يا سوداني يا محمد الشياء السوداني اسأل اللجنة اللي راحت اسواوا وهاي الوزارة اللي سادة أبوابها وزارة البيئة اللي ما حد يعرف اش دي يشتغلون اش دي يسوون لا اعلام يطبلهم لا حد يوصلهم لا حد يشوفهم مع العلم انه هاي الوزارة بيها تلال ما لفلوس وتعرف وين ودوا فلوس الالغام والمشاريع الممولة دوليا وبعض الادارات الفاسدة مثل الدائرة الفنية المحمية من الزعيم ابو مجاهد الركابي وانت تعرف يا ابو مصطفى يا محمد الشياع السوداني من هو ابو مجاهد وشقد عين مناصب وقادة ومدراء فازدين بمبالغ ضخمة شوفوهم صورة الوفد حتى لاحد يقول قحطان شذاب هذا الوفد هذا الوفد اللي راح فقرت عين الوفد المصري جاب بيت مليون دولار الوفد العراقي جاب انه هرم صغير نلعب بي من نبوت